شاهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي استعراض الحكومة البيانة المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024 وبيانا آخر عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن الفترة نفسها كما نقش النواب أيضا التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختمي للموازنة العامة للدولة وحساب ختمي للموازنة الخزانة العامة والحسابات الختمية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021-2022 بالرئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب استعراض الحكومة البيانة المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024 وبيانا آخر عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة نفسها وخلال الجلسة أكدت الحكومة أن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد 2023-2024 يقدر عند 4.1% الحكومة أكدت أيضا أن موازنة العام المالي الجديد تشير إلى نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.12% مقارنة بنسبة 17.1% بموازنة العام المالي الجاري 2022-2023 الجلسة العامة شهدت كذلك تأكيد الحكومة على أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024 تم صياغة توجهاتها ومستهدفاتها وبرامجها التنموية وفق نهج تشارقي وحوار وطني بناء يجمع كافة أطياف المجتمع النواب ناقشوا كذلك التقرير العام للاجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021-2022 نحن عارفين السنة المالية دي يمكن بأديت تحديات اللي عدينا بيها وبرضو بنأكد على أداء الحكومة فيما يخص المصرفات يمكن نحن بقينا أن الاعتماد الإضافي للطلب كان في حدود 3.5% في السنين الأخرى اللي كان فيها تحديات فزي 2016 كان 6.6% من عشرة وفي 2019 كان حوالي 7.7% من عشرة فكان فيه أداء في المصرفات كان فيه ضبط طبعا المهدنة العامة للدولة تم عددها في ظروف استثنائية صعبة كانت جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد بالإضافة كان غير معلوم التوقيت اللي تنتقي فيه أو يعني تنتقي فيه هذه الجائحة بالإضافة للحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الاقتصاد وما قامت به يعني القيادة السياسية والدولة المصرية من اتخاذ إجراءات لمعالجة التحديات والآثار الناتجة عن هذه الحرب بما كان له الأثر الكبير جدا في تخفيف ما يعني الأعباء الاقتصادية عن المواطنون الحكومة في الحقيقة بذلت مجهود كبير جدا ودائما أنا بقول طالما عندي حكومة صامدة في وقت الأزمات علينا أن ندعم الحكومة لأن احنا في الأورا احنا بندعم دولتنا بندعم بلدنا في أزمة العالم كله بيشهد هذه الأزمة وإحنا عندنا تعداد سكان كبير جدا احنا بنزيد كل سنة فوق الـ 200 مليون نسمة يعني محتاجين مجهود كبير جدا وبعد المناقشات والمداولات أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي استكمال المناقشات في الجلسات القادمة وهكذا يواصل مجلس النواب مناقشة مشاريع القوانين والقرارات التي تهم المواطنين وتوفر حياة كريمة لهم فضلا عن تقديم تشريعات تسهل من أداء الحكومة